موسيقى هذا هو البن الرئيسي لم أستمر لوك هي إذن ثكنة ملوك العسكرية التابعة لنظام الأسد والتي تقع في الأجزاء الواصلة بين أحياء حمص وريفها الشمالي هذا ملوك عبارة عن ترسانة عسكرية فيما يقارب 30 دبابة و2000 عسكري بينتهم شبيحة ميدين من ضيع الحوالي ميدين للنظام وأهم شيء يعني بفصل أحياء حمص عن الريف الشمالي حاول الحر في الأشهر الماضية اقتحام هذه الثكنة التي تحوي على أعداد كبيرة من المدرعات والمدافع التي تستهدف منازل المدنيين لكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب قلة الإمداد والله بالحقيقة حاولنا أن نقتح معدة مرات يعني والمحاولات باءت بالفشل يعني حاجز ملوك حاجز كبير وضخم حاجز وبعدين نضيع الموالي لملوك يعني محاولته كمان هاي نقطة كمان وبالنسبة كمان لقلة نحن قلة العتاد اللي تقيل معنا هلا هنا بيمتلكوا أسلحات قيلة بيمتلكوا راجمات الصواريق بيمتلكوا المدافع الهاوين نحن نمتلك أسلحة ما يعني بدنا أسلحة نحن تقيلة أنه نحسن مشط أو نحسن نضرب عليهم لأنه هنا عاملين متاريس وعملين حفر يعني كل شيء معهم معهم الآليات معهم البواقر المجنزرات كذا كلهم تحسن يحفروا خنادي يحفروا كذا وعم يتأووا صلوا هلا هنا هذا حاجز ملوك صلوا أكثر من سنتين هنا وعم يدعم حاله قولوا ثوار حمص أنهم سئموا من الوعود التي لا يرونها إلا على قنوات التلفزة ببيانات يصدرها أشخاص ليمدحوا نفسهم باسم حمص أكثر ما يتعبنا ويؤلمنا ويعني يفرق صفنا هو الوعود الكاذبة التي تأتينا من الائتلاف وغير الائتلاف التي تأتينا من بعض الكتاب المقاتل على الأرض ولا سيمة في الشمال الذين دائما ما يشبعوننا ويصدعون رؤوسنا بالأوهام الكاذبة أنهم قادمون وأنهم سوف يأتون لفتح الطريق إلى حمص المحاصرة منذ أكثر من عام والنيف ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الوعود صادقة ونقول لهم ونناشدهم أنكم إن لم تستطيعوا أن تأتوا إلينا بالسلاح والزخيرة والجنود يقفيكم أن توسلوا إلينا ما توفر لديكم وما زاد عن حاجتكم من سلاح وراء هذه المتاريس يتمركز عناصر النظام في حاجز ملوك الذي أتعب أهالي حمص وأمامنا منازل الأهالي الذين بقوا يتساءلون إلى متى سوف نبقى محاصرين محمد زهري للأورينت نيوز حمص